طيب هنروح لكده هكون خلاص 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 خلاصنا أخبارنا الداخل الجدرانية دي الآن هنروح للأخبار المحلية هنبتيدي أول خبر بكرة السلة برضو كرة السلة منتخب مصر كان مجددش التعاقد اتحاد السلة مجددش التعاقد مع مستر روي رانا المدير الفني الكندي اللي نجح كبير مع منتخب مصر وصعد بيه لكأس العالم طب مجددش معالي مجددش معالي أنه هو مازال مصر مستر روي رانا وديه صورته مستر روي رانا مازال مصر أنه يفضل محافظ على تدريب الفريق الياباني أو مقاطعة يابانية اسمها كيوتو هارنيريس طبعا هو كان تعقد معهم أثناء عقدنا مع مصر منتخب مصر ولكن الاتحاد ما قدرش ياخد موقف لأنه كنا قربنا جدا من حسم تصفيات كأس العالم ولكن دلوقتي خلاص كأس العالم خلص سألوه مستر روي أنت هتقعد مع فريق الياباني ولا هتكتفي وهتتفرغ لمنتخب مصر قال لا والله أنا مش هقدر سيب الفريق الياباني قاله طب خلاص احنا عايزين حد متفرغ بنشكرك على الفطر لقضتها وألف ألف مليون سلامة فهو يعني خلاص مشي وتشبس برأيه وليد الاتحاد السلة ودائما أنا بننتقد يعني حاجات كتير ولكن قرار الاتحاد السلة هنا قرار سليم وصحيح أن احنا عايزين مدير فن متفرغ طبعا ده دكتور مجدى بوفريقة رئيس الاتحاد المصري هو بيسلم على مستر روي رانا والسلام ده بيفكرني بكورونا مش عاش شوفه تاني طيب المهم فاتحاد السلة تحط في موقف أن احنا عندنا بطول عربية الشهر ده أو الشهر اللي جاي ديسمبر من 26 ديسمبر لتلاتة من 26 ديسمبر لتلاتة يناير طيب مين اللي هيكون الفريق كان عنده تلات اختيارات مستر أجوستي بوش عمر ابو الخير وكابتن عشر توفيق عندك اتنين من الأسماء اللي قلتهم مستحيل يسيبوا قنديتهم لأنهم ملتزمين بتاعكم سواء كابتن عشر توفيق مع نادي سبورتينج أو مستر أجوستي بوش مع النادي الأهلي يتبقى كان عندك كابتن عمر ابو الخير رئيس قطاع الناشئين ومدير فن منتخب مصر للشباب للناشئين مش للشباب الحقيقة واضح أنه يعني الدنيا ممشتش بشكل جيد أو كان اختيارهم رابع اختيار رابع أنا كنت قلت يمكن الأقرب كابتن عمر ابو الخير ولكن اتحاد السلة كان ليه رأي آخر ألا وهو تعاقد أو إعطاء المسئولية أو يعني إعطاء الفرصة للجهاز المعاون لمستر رويرانا هو ليقود الفريق في البطولة العربية طيب مين مساعدين رويرانا؟ كابتن واقل بدر ده كان مدير فن سبورتينج قبل كده وكان مسك الزمالك فترة ودلوقتي مسك الجزيرة واقل بدر نجمي نادي الجزيرة والزمالك السابق وسبورتينج يعني لف لف حلوه هو لعيب وبعد كده وهو كبان مدير فني لف برضو مع عنديها كبيرة ده المعاون الأول معاون الثاني محمد سليم أو سولي شهرية سولي يعني بوسط الباسكت اسمه سولي هو المدير الفني الفريق الاتصالات فالاتنين دول هم اللي هيقودوا الفريق في البطولة العربية الاتنين مع بعض ما فيش حد فوق حد طيب ليه اختر الاتحاد السلة الكلام ده طبعا احنا توصلنا مع ناس يعني من جوال الاتحاد قالك لانه هم عرب ناس كانوا حضرين السيستم الأخير اللي فيها كانت بتلعب به وما فيش وقت يجي مدير فني جديد يحاول يدي سيستم جديد سواء دفاعي أو هجومي طيب ايه اللي نقدر نعمله اللي نقدر نعمله ان احنا نديهم الفرصة كاملة ونجرب نشوف الدنيا ماشية ايه طب البطولة هتتلاقى فين البطولة هتتلاقى فيه القاهرة طيب طبعا القرارات اللي بتتاخد دي انا بس عندي بعض الامور اللي عايز اعلق عليها بخصوص ان احنا بنتكلم بقى الاتحاد السلة والامر والامور اللي هي المحلة انا عندي نقطتين عايز اتكلم فيهم اولا التحكيم الماضش الاول نادي للاتحاد احنا يعني انتقدنا اداء التحكيم جدا اداء التحكيم انا مش هتكلم عن الحكام بعينهم ولكن اداء التحكيم كان بعيد خالص ولا يرقى ابدا لمستوى التحكيم لفرقتين كبارة زي الاهل والاتحاد واحنا قلنا ده ملوش علاقة بنتيجة الماضش مش عشان الاهل خسر او الاهل فنيا كان ساعتها مش كويس تقوم التحكيم يبقى مش كويس للأسف تحكيم يوم الماضش الاول كان بيبص عن نتيجة اول ما الاتحاد طلع وتحرروا من الضغط حكمه كويس لو الماضش ماشي اكوال تلاقي القرارات راحة في كل الاتجاه وللأسف هي مش في كل الاتجاهات هي في اتجاه النادي الاهلي بس او ضد النادي الاهلي بس انا مش عارف ليه المهم اتكلمنا وانتقدنا الحكام وانتقدنا اداء الحكام جينا في المباراة التانية لو تفتكروا وعندكم الفيديوهات وعندكم كل شيء تداري تتحققكم من كلام بين الشطين والاهلي خسران تسعة بنت من نادي الاتحاد اشدنا بالحكام في ستوديو الابطال وكان بين الشطين انا وكابتن نبيل بخيط وكابتن السلعاوي والاهلي خسران تسعة بنت قلنا التحكيم هاير ما كانش لسه الاهلي كسب قلنا اداء التحكيم بين الشطين حتى الانهاية والتالت والرابع استمر على نفس المنوال لدرجة ان هما راحوا للآي ار اس او الفار بتاع كرة السلة راحوا له اكثر من مرة وديه كلام ناس عايزة تتحقق من قرارها فيه ناس قالوا لي طب ده بيروحوا كتير ده حكام ضعاف لا آسف مش عيب طالما انت مش متأكد من قرارك او عندك شك مش عيب تروح للآي ار اس طالما القانون نديلك ده تروح عشر مرات خمستاشر مرات بس عشان ما تظلمش حد فالنهار ده بالرغم ان الناس انتقادتهم على بعض الصفحات تقم التحكيم انه راح للآي ار اس بشانا شايف انه دي حاجة ايجابية جدا ما تخافش طب ما في الآي ار اس اوات كتيرة جدا هم قالوا علينا واوات كتيرة جدا قالوا علي اتحاد ولكن يعني عشان تبقى متأكد اكتر راح ار اس فالنهار ده انا عايز اتكلم على اول حاجة التحكيم ان احنا اشدنا من قبل ما الاهل يفوز والاهل خسران بين الشتين تسعة بونط يا جماعة وبكرر كلامي ده احنا اشدنا بأداء التحكيم برافو نتمنى التحكيم المصري يظل على هذا المستوى وتاني احنا اشدنا بين الشتين ونادي الاتحاد فارق تسعة بونط عن النادي الاهل يعني ما قلناش كده وبعد ما الاهل يكسب لا قلنا ده والاهل خسران نروح للنقطة التانية طبعا حضراتكم شفتوا الاحداث كلها اللي حصلت في نهاية مباراة الاتحاد او الاهل والاتحاد حصل احداث ما لمش اتكلم عن اي جمهور كل التحية لكل جماهير مصر وما ليش دعوانا بقصة ده ده شأن ولجنة المساعدة ولجنة الحكام المباراة كانت يوم ايه يا جماعة فكروني كانت يوم الخميس المباراة كانت يوم الخميس احنا النهاردة يوم الحد احنا النهاردة يوم الحد وما فيش قرار اتاخد خالص عن احداث يوم الخميس في الوقت معلش انا بقى خلونا اتكلم انا عايز المسطرة الوحدة ومش ولو حاجة احنا لسه شايدين بقرارات اتحاد السلة في رؤي رانا النهاردة لو الكلام ده عكسه لو الاحداث ده حصلت من جمهور النادي الاهلي انا اكاد اجزم لكم ان احنا قبل ما نروح كنا هنعرف العقوبات ايه سبب تأخر اعلان العقوبات بتاعة مباراة الاهلي والاتحاد ولا مش هبقى فيه عقوبات ولا ايه الوضع انا بس عايز افهم انا بقول ما ليش دعوة بحد انا بقول لو انا عايز العدل لو الموضوع تتعكس وراح ناحية النادي الاهلي وان شاء الله ده مش هيحصل ان جمهورنا كان واعي جدا انا بحييهم المطش كان مكهرب واي تشجيع كده اي كلمة كده اي حركة من جمهور كان تك تكنيكا الفاول وحصلت على جمهور الاتحاد خدوا اتنين تكنيكا الفاول فجمهورنا كان واعي وما كان عايز يبقى حاجة positive ايجابية للاعبتنا وده اللي حصل انا بشكره من هنا جمهور فاهم واعي انما النهاردة العقوبات فين ده مستر اجوستي بوش لما انفعل في كورة ليه حق فيها فمطش الزمالك وانا بقول لي حق بلوك بعد ما انكوره لمست البورد ودي ألف به الكورة لمست البورد ما فيش مدافع يلمس حتى تستقر الكورة يا بر الحلقة يا جو الحلقة طب القانون عامل كده ليه عشان يدي الفرصة للكورة تروح المكان اللي هي رايحة لها عشان ما يكونش قصرت على الكورة كورة زي دي وطحة للجميع ان هي كونت وروح ترايح حاسبها فاول على العمر زهران نزل اعترض ومعها ما فاتش 24 ساعة وكان مع عقوبات طلعة ودب دب 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 والدنيا والكلام والقصة فين بقى فين العقوبات فين قراراتك ولا ما فيش عقوبات والدنيا سليمة ازاز المالي نزلت والملعب اللي وقف والدنيا دي كلها تمام يعني لو عملت كده في مطش تاني هتبقى تمام ولا ايه مهم جدا القرارات والسرعة في اتخاذ القرار زي ما بتعمل معايا كمان انا نادي اهلي في الرغم ان انا بقولك مستر اجوستي بوش يوم ما انفعل كان مع حق في الوقت مديرين فنين تانين بينفعلوا وبينزلوا الملعب وبيحصلش عليهم قرار انا اللي اصد اقول ايه انه ما فيش قرار كان في انا بتكلم على مديرين فنين تانين معلش انا بتذكر بعض الامور مديرين فنين تانين في اندية تانية انا ما بتكلمش انا عايز مسترى واحد بينزلوا الملعب ويحتدوا على الحكام وطرابسة الحكام والفيديوهات مليا يعني صفحات خش بس اكتب اسم المدربين دول والجمهور عارفهم هتلاقي عشرات الفيديوهات الانفعلات ويعني فيديوهات مفيش ولا حياته المانتونات مستر أجوستيبوش انفعل على كرة معا حق فيها يعني الحكم مدلوش حقه انت رحت ودك تك تك و24 ساعة وكتل عقوبات معلنة وعلى صفحة الاتحاد والدنيا تمام تمام احنا النادي الاهلي بنلتزم بأي قرار ياخدوا اي اتحاد تمام ولكن النهاردة الاحداث كانت يوم الخميس فين العقوبات الدنيا هتهرب منكو كده لو ما خدتش عقوبات الدنيا هتهرب وده بيأكد اللي بيحصل دلوقتي ده والتأخر في إعلان القرارات بيأكد اللي بيتقال بيتأكد واللي بيتقال ان في دنيا بتروح لدنيا تانية وفي الاتحاد ماي اللي حتنا طرف عن طرف كلام بيتقال كده احنا عايزين الكلام ده نقفل الباب على الكلام ده وليش عدي تأخر اتخاذ القرارات في حد ذاته تمييز ده لو انكس او في حالة ان القرارات اتخذت ما بالك انت بخدتش حتى الان جمعة سبت حد حتى الان لم يقل انا انقرار بتقوله ايا يا جماعة قرارات بتقول معلش يا جماعة تاني طيب طيب حلو الكلام هم بلغوني ان القرارات تمام طيب الفكرة كلها ان تأخر حتى القرارات مش بنفس الشدة اللي حصلت في امرأة الاهل والزمالك يعني حتى في اتخاذ القرارات ما كانش بنفس الشدة على مهم انا هتجاوز على الموضوع ده ومش هنتكلم فيه كتير ولكن محتاجين نوصل للناس وللجماهير ان المصطرة واحدة